أول مرة بنتقابل على الحقيقة بس أنا من مشاهديك ومتابعيك وكل الحاجات دي ده من حسن حظي الله يخلينا منورنا الله يخليك خلينا نبدأ بالتكريم تكريمك في المهرجان القومي للمسرح اللي كان يوم 30 يوليو من أسبوعين تقريباً يعني أو تقوم تخلينا على 3 أسابيع من قريب أحكي لنا عنه والله طبعاً عايز أقولك أنه أنا متابع المهرجان القومي من أول ما بدأ دورته الأولى وشاركتي فيه كمخرج سنة 2008 كانت مصرحية اسمها اتنين فقفة تقليف ألف التفرج لفرقة من فرق الفيوم اللي هو وبعدين كنت دايماً أتكلم يا جماعة أنتوا ليه مش عاملين ضوء على مصرح الثقافة الجمهرية يعني مصرح الثقافة الجمهرية هو وجه العدالة الثقافية في الأقلي يعني من غيره مش يبقى عندنا فن في 70% عند سكان مصري المهم أن هم يعني من عدة سنوات كده بدأوا يلتفتوا إلى بعض الأسماء في الثقافة الجمهرية وتم تكريمهم فعلاً والسنة دي لقيتهم بيتصلوا بيه وبيتكلموني في موضوع التكريم وطبعاً ده أسعدني جداً لإني حسيت أن ده إنصاف لمصرح الأقليين البعيد عن الضوء والحقيقة هو ده يعني موضم فخري الوحيد هو إن أنا كرمت كواحد من صنعين المصرح في الأقليم طيب المصرح واضح إن حضرتك بدأته من زمان جداً قلنا كده على البداية وليه البداية ما كانتش متوازية في نفس الوقت مصرح ودراما مسلسلات مع المصرح أو أفلام مع المصرح مصرح بس ليه؟ مصرح بس لأنه لأن أنا أتولادت لأب كان مخرج ومؤلف ومثل وشفت له أعمال وشاركت أعمال قليلة جداً قبل وفاته يعني وبعدين أنا كملت بعد كده عايز أقولك كل مكان بينتج المصرح أنا اشتغلت فيه سواء بقى أندية ملاكز شباب أحزاب كانت وقتها بتعمل فرق يعني حضرت مثلاً فرق مصرحية في الاتحاد الاشتراكي يه أولاً وبعدين لما تعملت المنابر حزبة التجمع وهكذا يعني فكانت رحلة طويلة جداً طبعاً لما الناس بتوصل إلى سن معين يعني سن أكثر نضوجاً بتدخل إلى مصرح الثقافة الجمهرية فأنا اشتغلت فاصلح الثقافة الجمهرية أول عرض سنة 76 كممثل وبعدين تم اعتماده كمخرج سنة 84 كل ده وأنا موجود فيه بلد اسمها الفيوم ترجمة نانسي قنقر